السلام عليكم النهاردة بإذن الله هنام الكفتة مقوية للمناعم وتكملة العناصر الغذائية مناسبة معنا وجبة غداء وجبة سيناك للنشبوكس للحضانة أنا بقدمها لبنتي وهي راحة للحضانة يعني أنا بحطت لها في اللنشبوكس الكفتة دي بجد الكفتة دي أنقذتني جدا خطوصا إن بنتي رفض معي للحوم فبعملها سواء عملة لحمة أو عملة فراخ فبعمل الكفتة دي بجد مزهلة جدا وعايزة كما أنا أقول لكم الكترم أنا بعملها بنتي تعودت خلاص تاكلوا اللحوم لأنها خلاص ألسان بتاكلها في الكفتة فاهمني فهي تعودت على طعمها وهي في الكفتة فبالتالي لما بدأت أعمل لها اللحمة أو الفراخ بدأت الحمد لله يتاكلها يعني عايزة أقول للمامز اللي أطفالها ما بتتقبلش معها اللحوم وبترد testing كلها دخلوها في وصفات عشان طفلك يتقبل اللحوم فيما بعد يعني كل ما تدخلها في وصفات ويأكلها هيتعود على طعمها وبعد كده هو اللي هيتطلبها منك يأكلها سليمة كمان الكفتة ديت ميزيتها نفيها خضار كتير للموميهات اللي كانت سألتني ازاي ندخل الخضار في وصفات الاطفال فالوصفة ديت مناسبة جدا ودي مش اول وصفة معانا نعملها باللحوم او الخضار حسب لكم في اول تعليق مسبت وصفات من الخضار واللحوم تدخلوها لاطفالكم الكفتة ديت هتكون مناسبة لاطفالنا من بعد اتمام السنة قبل السنة مش هتكون مناسبة خالص مناسبة لحد عمر عشر سنين وتنفع كمان للكبار او المكون معي فص من التوم هقطع القطع الصغيرة ممكن كمان تبشريب المبشرة ومعي نص بصلاية اللي هو البصل اللي بيكون ناشف ده وكمان معي بصلاية خضرة ممكن تنوعي ما بين اتنين وممكن تعملي حاجة واحدة يعني نوع واحد سواء بصل ناشف او بصل اغضر بس كل ما بننوع كل ما بندي قيمة غزائية للوصفة اكتر هنقطعهم كده القطع الصغيرة البصل والتوم زي ما احنا عارفين مقويين للمناعة جدا خلاص بعد ما قطعت البصل والتوم هاليمون بقى معي في طبق وفي طاصة على النار او قزرولة هنحط عليها انا حاطت معلقة من السمنة البلدي ممكن تحطي زبدة ممكن تحطي زيت الزتون ولو مش متاح كل ده ممكن تحطي زيت دراء تمام لكن زيت دراء خلوه اخر حاجة لان الزبدة او السمنة البلدي او زيت الزتون اصحي من زيت الدراء هنحط عليهم كده البصل وهنقلب لحد ما البصل يتبل معينا يعني اول ما البصل كده يتبل هنحط عليه فلفل انا استخدمت هنا فلفل احمر وفلفل اغضر تمام هنقطعهم مع بعض زي ما انتوا شايفين برضو القطع صغيرة طبعا الفلفل الغني بفيتامينات كتير كمان بيكون فيه فيتامين سي المقوي للمناعة اي نعم احنا هنعرضوا للنار فيفقد كتير فمش مشكلة هنعوضها بحاجات تانية تمام كده كمان لو عندك فلفل اصفر هيكون ممتاز جدا وهايل هيسكر معاكو الكفتة برضو قطعتهم مع البوم في طبق هتكون البصلة معي دبلت زي ما انتوا شايفين بالطرقة ديت هنزل عليها بالفلفل وبرضو هشوهوا كده التشوحتين اه يعني حاجات بصدق حيث ان الريحة طلعت يعني مش هدبله قوي هنهدى على النار خالص لحد ما يتبل شوية معي هنا بقى المكون الرئيسي اللحوم سواء هتستخدمي لحوم فراخ اللي هو الدجاج او لحمة او ممكن كمان تستخدمي على فكرة سمك يعني لحم السمك انا هنا استخدمت السدر من الفرخة كان مطبوخة عندي عادي جاهز تمام ممكن برضو لحمة لو مطبوخة جاهزة او سمك لو مطبوخ برضو جاهز سواء مشوي او في الصينية هنقطعه القطاع الصغيرة زي ما انتوا شايفين انا قطعت الفرخ لقطاع صغيرة خالص او ممكن تحطيها في الكبة لو هتلاحظي انه طفلك هيلحظها تمام انا عملتها مرة قبل كده وهي متقطعة كده طفلتي بلحظتهاش فبدأت اعملها بالطرقة دي قطعتها القطاع الصغيرة خالص طبعا تقدري تعمليه الكمية اللي انت عايزيها ممكن تقليلي وممكن تزودي احنا هنا بنرتبطش بأي مقادير او كمية تمام بعد ما الفلفل دي بالشوية نزلتي بقى باللحم اللي احنا قطعناها القطاع الصغيرة ديت هنقلبهم مع بعض كويس جدا تمام لحد ما يختلطوا في بعض تمام كده هسيبهم حوالي سوانا مع بعض لحد ما القطع الفراغ ديت تاخد من ريحة وطعم الفلفل والبصل والتوم هننزل بقى معنا بالبهارات انا هنا استخدمت اول مكون معي في البهارات الكوركم بيكون مقاوة للمناع جدا ويربع مع الاعصو غيرة من الملح وكمان كمون ويكزبرة ويرشة كده من الهيل ويرشة من الفلفل الاسود ويسيبت معي شوية من الفلفل الاسود طبعا المكونات دي هسيبها القف اول تعليق مسبت عشان تبقوا عارفين احنا هنحط ايه هنقلبهم كده مع بعض حوالي هسيبهم مع بعض دقيقة لحد ما الفراغ والمكونات دي تاخد من بعض وتدي ريحة وطعمة حلوة هي المكونات معنا مستوية فمش هتحتاج ان احنا نسويها او نحطها كترة على النور دقيقة واحدة كافية مع التقليب من وقت للتاني تمام بعد كده هرفعه على النور ومعي طبق هنا فيه رز رز ابيض مطبوخة عادي تمام كده اه وهنحط عليه الخليط اللي احنا عمليونه ده خليط اللحوم هنقلبهم مع بعض كويس جدا وهنسيبهم لحد ما يبردوا تمام لو لاحزت ان الكمية هتكون كترة على الرز ممكن تزودي في الرز يعني انت شوفي طفلك او طفلتك هيتقبل يكون فيها لحوم كتير هيلحظها ولا مش هيلحظها يفضل تخلي الخليط اللي في اللحوم يكون اكتر من القرص تمام كده هنسيبوا بقى يبرد معي هنا شبط بقدونس كزبرة الخضر دي هيل جدا الخضرات دي بتبقى هيلة جدا هنقطعم كده قطع صغيرة خالص زي ما انتو شايفين بالطريقة دي تمام بعد ما اطعمهم هنشلهم بقى ونضفهم على خليط القرص اللي احنا عاملينه وهنقلب مع بعض كويس جدا هي الكمية كتير هي الوصفة ديات الكفتة ديات بتكون محتاجة شبط وبقدونس او كزبرة كتير هي اللي بتخلي طعمها حلوة جدا اغير بقى فايدتها الرهيبة بجد بتكون لها فايدة حلوة قوي الشبط والبقدونس والكزبرة هنقلبهم مع بعض وبتكون كمان فكرة هيلة جدا لوصفة هيلة من الخضر جبتي هنا بيضة بعد ما خلص التقليب حطت على رشة من الملح ورشة من الفلفل اسود وخفقتهم مع بعض وضفتهم على الخليط لكن الكاميرا كانت فصلت فما تصورش اللقطة دي تمام كده جبت بقى بالمعلقة اللي كنت بقلب بها واخدت معيار كده من الخليط ده وهصبعها الكفتة بالشكل اللي انتو شايفينه ده لازم نحط على الخليط بيضة او بطينة على حسب ما انتو حب انا استخدمت بيضة واحدة وزي ما انتو شايفين صبعتها وبعد ما صبعتها حدفتها كده ثلاث مرات علشان ما نقلقش ان هي ممكن تفك معنا لا هي مش هتفك لان البيضة اللي احنا حطناها خلتها تبقى متمسكة اهم حاجة وانتو بتصبعوها ايه تضغطوا جامد تمام وفي صنية كده مدهونة بزبدة او سمنة بلدي او زيت زتون وهنرص فيها صوابع الكفتة اللي احنا عملينها ديت وفي الاخر هنحط كده بالفرشة علشوية من الزبدة او يعني ايه هندهن وش الكفتة عشان ما تنشفش معنا وهندخلها الفرن هنفتح بس عليها من تحت ومن فوق يعني اللي اتنين بس على النار تكون يعني لو عالي قوي ولا وطي قوي تكون متوسطها معنا عشان لا تتحرق ولا تنشف معنا لو كانت النار وطية ممكن كمان تعملوها على البتجاز من فوق عادي بالصينية اللي احنا عملينها ديت ونحطها على البتجاز انا عايز اقول لكم على طول بعملها في الفرن يعني بتبقى اسهل لي بس لقيت الانبوبة عندي خلصت فعملتها زي ما انتم شايفين فوق كده عادي تعملوها على البتجاز فوق وزي ما انتم شايفين ادة التحميرة دي وغطيت عليها عشان تستوي يعني لو تعمله على البتجاز من فوق مش على الفرن هتغطوا عليها عشان البيض يستوي هي المكونات اللي فيها كلها مستوية مع ده البيض اللي احنا اضفنوه فعلشان نسوي البيض هنغطي عليها ونخلي النار برضو متوسطة على البتجاز من فوق وهنسيبها كده لحد ما تاخد تحميرها من تحت ونرجع نقلبها من جميع النواحي ده شكلها عايز اقول كم استوية جدا جدا وطعمها حلو والبيض فيها استوى بجد كفتة رائعة جدا هلوة قوي بقى زي ما اتفقنا في اللانشبوكس لو طفلك بيروح حضانة او مدرسة لو انت خرجة بتفلك الاطفال اللي بعد عمر السنة خرجة بيه بره البيت ومحتارة تخدي ايه معاكي الكفتة دي هتكون مناسبة جدا ومش هتبوز وهتتحمل الصفر انا بخدها معي على فكرة وانا بسفرة وبرضو ببديها البنتي في اللانشبوكس في الحضانة تنفع كمان وجبة غداء ممتازة التعليم الاطفال طعام الاصابع تنفع كمان في وجبة غداء في وجبة سناك ما بين الوجبات عادي بعد ما الطفل عادي يأكل وجبة الغداء ولوجع تاني مكن نقدم هالا وجبة سناك جميلة وممتازة وكمال بتشجع الطفل ان هو يأكل كمية اكتر يعني لو انت حطيت له طبق الرز والكفتة دي هياكل من الكفتة اكتر من الرز وده كانت وصفتنا النهاردة واضمتم بألف خير واشوفكم على خير بازني الله في فيديو جديد